هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي برقيته بهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسماءات التهاني للرئيس السيسي مجددا العهد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية والتي تشهدها البلاد في كافة المجالات كما بعث مدبولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك